يقول السائل أشتغل بتجارة الملابس فأستوردها من البلاد الأوروبية لكن عند إدخالها إلى بلادي يضطرني أعوان الجمالك إلى دفع مبلغ مالي فإن لم أدفع أخذ مني السلعة مع العلم أن هذه الطريقة ليست قانونا دوليا على كل حال إذا أنهم أجبروك على أن تدفع لهم وإلا يصادرون مالك ادفع لهم لأجل أن تفتدي مالك فدية لمالك لألا يؤخذ ويكون الإثم عليهم يكون الإثم عليهم أما أنت فتريد إنقاذ مالك تريد دفع الظلم عنك لا بس